أم يوسف السيدة أم يوسف تتفضل نعم رسم عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زكي مولانا عمل يا حضرتك نعم وفضل الحمد لله أشكر حضرتك جدا على البرنامج ده الله يا عزة حضرتك بقول لحضرتك اللي هو الامتنان يعني هو التأدير مسألة التأدير صح فالامتنان مثلا عندنا يعني أنا عندي في البيت أقعد أعمل وسوي وزكي الولاد واجم الشغل وأعمل اللي ورايا واخر النهار ما أنت زيك زي غير ما كل الناس تعبانا ما أنا عارف أنا عارف أنت عارفة طبعا أن أنا جاي بالحلقة لأن دي أنا آسف يعني عندي مصطلح كده أنا عارف أن ده سلك عريان عند الناس آه والله يا دكتور والله فعلا أنا بقول لي طيب أنت تعبت النهاردة أنت شقيان يقول لي أكيد عايزة مصلحة أكيد عايزة حاجة ما عليك أنت عايزة مصلحة فعلا ما أنت عايزة مصلحة ما المصلحة يعني عايزة أرفع من روح المعنوية ما دي مصلحة طب أمو يوسف عقولك حاجة يا أنا وعلى أسفل زهقانة زهقت لا أقولك حاجة إن أنا زهقت فعلا أقولك حاجة يا أمو يوسف إحنا عندنا بس بقول يا رب طب ربنا يعني إيه هيكيد هيجازينا خير على اللي إحنا بنعمله في البيت وفي الشغل برة وجوه أكيد هيجازينا ربنا يعني إحنا صبرين والحمد لله طيب أنا بكلم أمو يوسف بقوله يا أه 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 ولق ما ترفع إلى في زوجتك صدقة إحنا كثير من الناس ما يقدروش يتصدقوا بأموالهم لكن يقدرو يتصدقوا بجبر خواطر أحبابهم بالله عليكم أنت مش خاصين حاجة والكلمة الطيبة صدقة وحضرت النبي سألوه عن الصدقات أعظم صدقة تكون فين قال دينار في سبيل الله ودينار للفقراء ودينار تنفقه على أهل بيتك قال خيرها الذي تنفقه على أهل بيتك كذلك الكلمة تقولها لوحد صاحبك الكلمة تقولها لوحد منتحر فيمتنع عن انتحاره الكلمة تقولها لزوجتك فتتقلق وتشعر بأن ربنا أنعم عليها بالزواج هذه خير كلمة ولذلك أنت لازم تعرف ده إحنا أمامنا أبواب من النعيم ومن الفتح ومن الإقبال ومن الوصل ومن المدد أبواب قريبة يا سادة والله ما تخسر حاجة السيدة الفاضلة اللي تعبت بره البيت وجوه البيت وعملت كل ده ومش عايز أقولك بس أن إحنا بنتورط في بعض الأحيين يجي الزوج بقى يقول له وأنت بتعملي إيه وتروح أقول له طب بص أنا أقولك حاجة إحنا بس أعمل حاجة وأنت ذاكر بس ساعة للأولاد فيبتدي يفقد الزكرة ويبتدي يحس بأنه خلاص اتخنأ يبقى يا أخي بقى هي قيمة إضافية نعم هي فضل من ربنا نعم هي منا نعم طب ومننا نعمل فيها إيه الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيد أنكم هقول لكم حاجة أنا قابل وعد ربنا ولئن شكرتم لأزيد أنكم لما باشكر ربنا على نعمة زكتي وأمدحها وأمتني لها ربنا بيزدني بيزدني إيه هدوء بال وراحة وجمال وفرحة وسعادة وأمان وعشان كده لإحنا لازم نمتن